مرحبا يا اصدقائي كيف حالكم يا رب تكونوا بخير رجعت لكم اليوم بتكملة سلطلة لفندر تجرب تعالوا اليوم نشوف لفندر تقدر تخلص التحدي اللي بدأنا فيه ولا لا وصلنا لعند انه طورنا نباتاتنا عشان نحاول يكون الكواليتي تبعهم اعلى حاول نخلص اكبر قدر من الامكان من القائمة تبع المدطلبات للتحدي وظل اخر ايشي عنا انه الكواليتي تبع النباتات اللي عم نزرعهم تكون ممتازة ورح نشتغل على هذا الاشي عشان نخلص التحدي قبل ما يخلصوا معنا البيينز ونفشل فيه التحدي نحن نروح عند النباتات نعتني فيهم نشيل العشاب الضارة نحكي معهم ودي احكي لكم ايشي بصراحة يوم عن يوم فيديو عن فيديو كل ما نقضي مع بعض وقت اكبر عم بحس حالي مرتاحة اكتر بالتعامل معكم عم بعرف قداش انتو طيبين وقداش عنجد انكم ناس رائعين وتعطوني الانهام بصراحة تعليقاتكم الحلوة ومشاركاتكم حتى لما تعطوني افكار كتير بكم مبسوطة لانه هذا العالم اللي احنا عم نبتكره مع بعض هو عالم بخصني وبخصكم كمان مش لقلي لحالي ويكون كتير سعيدة لما تكون لكم لمسة خاصة في لكم ايشي بعنيكم في هذا العالم الصغير اللي عم نبنيه سوا ولما نجرب مع بعض شغلات جديدة ونتحدى لحده مخاوفنا مع بعض انا بالبداية كنت انساني مش متحدثة كتير وما بحب احكي كتير وبحب انطوي على حالي بصراحة مش اجتماعية بس عم بحاول قدر الامكان انو اتواصل معكم باكتر من طريقة عشان نكون اصدقاء كتير قريبة من بعض ونكون عن جذعي لوحدة فشكرا للكم لوجودكم في هذا العالم الصغير وجودكم كتير بيخليه فيلم طيب لفندر عمالها بتحاول تحكي مع نباتاتها بتتسلى معاهم ناثني فيهم تجربة لفندر انها تكون هي نبتة علمتني انو حتى الكائنات اللي حوالينا اللي ما بتحكي وما عندها رأي بها الحياة للأسف طبعا لازم تكون حتى علاقتنا فيهم حلوة حتى لو ما بيحكوا ما بيعبرو هم قلهم لغة خاصة فيهم ممكن احنا لما نتواصل معهم نقدم نكتشف لغتهم ويكونوا كتير قريبين مننا مثل النباتات مثل الحيوانات مثل كتير شغلات حوالينا احنا ناسين انهم موجودة اصله فكرة انو الانسان يتواصل مع النبات ويعيش تقريبا بنفس احساس النبات ويشوف شو احتياجاتهم ويعرف اهميتهم وليش هم موجودين حوالينا كتير يشحروا مرة من المرات انا زراعت وردة مع تاتا وما طلعت بس ما فقط الامل ضلينا كل سنة نعتني فيها ونسقيها ونحاول نشوفها وهي عم تكبر ولسه ما طلعت الوردة كأنها الوردة كانت عم تكافئنا لانو عتنانا فيها فجأة طلعت وطلعت كتير ورد وكانوا كتير الوانهم حلوين كتير مبساطت فيهم عجلت حساتها احلى دية اجتني عشان تخرجي صراحة فكمان هاي الشغلة اللي جربناها مع لفندر ذكرتني بهاي القصة لفندر كتير مبسوطة حول النباتاتها عم بتزيد طاقتها نفسيتها عم تتحسن كتير حلو صراحة انا ما بعرف لهذا الفيديو كيف ستكون مدته لانو احنا تقريبا خلصنا كتير شغلات بس ضل انو يكون الجاردينج سكلز عالية والكواليتي عالية فشكلنا قربنا نخلص الفيديو بس حتى لو طلع قصير رح انزله عشان نشوف مني هاي شو صار مع لفندر وشو كانت خلاصة التجربة هاي اكتبو لي انتو بتستفيدوا من الاشياء اللي منحكيها مع بعض من الفيديوهات عم تتعلموا مني اشي بتحبوا نحكي قصص معينة انتو تحكو لنا القصة او احنا نعمل لها الشخصيات ونبني لها البيت بتحبوا انو تكون قصصنا دائما في منها عبرة او في منها حكمة او او اا انتو شو حابين انا بصراحة حابة ان القناة هنا تكون مميزة تكون عالم مختلف عن باقي الاماكن اللي ممكن الواحد انو انو يتصفحها او بوقت فراغو يفوت انو يستكشف هذا المكان لانه ازهينا من التكرار والتقليد وكل حدا بيسوي زيك كل حدا وكل اشي نفس الاشي حاب انه نتسلى ونستفيد مع بعض بنفس الوقت حاب انه نتعلم من بعض يعني بشكل عام ناتني ببعض اكتر نعبر عن حالة بمساحة تكون مريحة للانسان ما فيها كره ما فيها حقد ما فيها زعل ما فيها ولا اشي يسلبي بس نكون مبسوطين مع بعض عشان بدنا ننبسط يعني ما كان نهرب فيه من العالم الخارجي عشان نكون مرتاحين اوكي لفندر جوعانة للاسف ممكن ناخذ من الطاقة لتباعة النبات اذا متكم تسألوني شو سبب تسمية لفندر لفندر لاني انا كتير بحب نبات اللفندر يمكن انا قبل هيك حكيتلكم هاي المعلومة بس عندي هوس اسمه لفندر بحب شكله كتير هيك بين الخضار وكيف انه صغير وناعم بس برغم صغر حجمه ونعومته بيعطي تأثير حلو بالحياة هيكا ريحته حلوة والوانه مريحة وصفاته تعجبني طيب نجرب نعطيهم سماد نعطيهم سماد للنباتات بركي انه الكواليتي تبعتهم ارتفعت بسرعة وقدرنا انه نشتاز هاي المرحلة ونخلص التحدي عشان لفندر كتير حب اتجرب معكم شغلات جديدة غير هذا التحدي بس كانت عم تستنى انه نخلص هاده التحدي عشان نبدأ باشي جديد مع بعض نستكشف شغلات جديدة مع بعض يمكن التحدي جاي يكون انها تكون مهندس الديكور نشوف كيف ممكن الناس يتقبلوها كمهندس الديكور لفندر مبسوطة الحمد لله امورها تمام عم تعتني في نباتات ها 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 منتاز الكواليتي صادت عنا نايس يبقى التسميد هو الحل نبي تطور نجرب نسمد هادول كمان نشوف اشو حيصد المعنا بعد ما اعتننا في النباتات بس واحدة منهم تمام بس عم نستنى انها تثمر. بسيطة راح نستنىها. بركة اذا نمنع وصحينا ومرأة النهار. شكلي راح اشترينها مكنسة للافندر لانه الالان بجنانوني. لفندر عالم الاكشن. كل اشي اكشن بصير معاه. اينا هي المكنسة. يا سلامي. هاي مكنسة. يا فرحتين. اه. طيب يلا نتكنس البيت. ننظف البيت ونعتني فيه شوي لانه اهملناه بصراحة عشان كنا عم نعتني بالحديقة. الله يرحمك. اوكي. بعد ما شلنا الارانب وشلنا الغبرة ولافندر عم تتحول لملوفية من اول وجديد. البيت صار تمام. خلينا ننوم. نعم. فيه شغلات عم بحبها بالبيت كل ما نمشي فيه. انت شو اكتر تفصيلة حبتوها في هذا البيت? النباتات لسه ما طبعوا. خلا نحكي معه. ونرجع نعطيهم سماد. اهو. هي نبتة بدها افوان. صارت اوكي. احنا بس ضيلنا شوية من خلص التحدي. وبنبدأ بتحدي جديد ان شاء الله مع بعض. فالك لو سرعنا الوقت يطلعوا النباتات. لانهما كل يوم تطلع النباتة. نايس نايس نايس. ما في غير هاي بسات. نسرع شوية الوقت. تقريبا خلص لنهار. ولس النباتات ما طلعوا للأسف. وانا خايفي خلص فصل الخريف بصراحة لانه هاي من نباتات موسمية يعني ازا خلص فصل الخريف رح يختفوا النباتات وكأنه ما عملنا ايشي. بس انا مش عارفة ليش قسطولها شعرها لما صارت نبتة. ليش ما خلوا نفس شكلها وصارت بس لانها اخضر. بس الميكوب الزهري مع اللون الاخضر ما شاء الله. بدأ. بدأ معك يا ارناب. هاد الارناب شرير. ما هيك للبيت. فيه نباتات بدها يقول. يوني. طب ليش ما نزاده. خلي لفندا تلعب وتتزلى وتتغير جو وتكنس. شاتني في البيت. طلعوا طلعوا النباتات. اوكي يلا بسم الله. نجاهدين. عشان ننهي التحدي. اوكي. لست ما خلصنا التحدي. لازم هاي تصير اه الخط الاخضر يصير كامل. احنا ما خلصنا الخط الاخضر. للأسف. اوكي. شوفوا. طبعا للأسف هاي صارت واجت لفندر ما شاء الله عليها كان جعانا. اخذت الانرجي اللي فيها فها زغرت. بس هاي صارت كمان ومنقدر انه نوطف النباتات اللي فيها. تعالوا نجرب. بسم الله. يلا بندر. بعد عانان طويل. خلصنا التحدي. خلصنا? خلصنا التحدي. اوكي ما صار اشي. يمكن لازم نبيع الاشياء. ما اقول. آه لازم هاي يتصير خمس وعشرين. عشان هيك ما خلصنا. طيب مش مشكلة. الاهم ايش انو خلصنا وضوء هذا البرفكت. ان شاء الله تطلع عالشمس عشان نقدر انو نخلصبقين. كنت حاليا انو خلصت التحدي والله. اام كان لازم نعمل هاد التحدي بالصيف عشان نخلصه بس مو مشكلة. بعد مئة الف سنة وبعد مئة تنكيسة لازم نخلص من موضوع الشمس. ضايل اربعة ايام عبي ما اطلع على الشمس يعني يوم الجمعة. بدنا نحاول انه نسرع الوقت ونخلص هذا التحدي عشان نبدأ في تحدي جديد. طبعا الفندر عم بتعاني من عدم موجود الشمس فلازم انه للأسف ناخد الطاقة من النباتة. قربت اخلص اغلبهم بس ضايل لي شوي من وكمن واحدة بس عشان الشمس غدي الفندر ونخلص التحدي. صاروا تمانية وتسعين. تسعة وتسعين خلصناهم. ضل بس اخر اشي البناء الضوئي. احخلي اللي لفندر اضلها نايمة بصراحة عشان عباما يجوا يمرقوا الاربعة ايام هدولا. ويجي اليوم المنتظر اللي هو فيه الشمس. سمحينا يا لفندر هاي الفترة هتعيشي على طاقة النباتات مش على البناء الضوئي. عباما انها تيجي الشمس وتصير الحياة حلوة. ونخلص هذا التحدي. اوكي اجت الشمس. وهاي عم نعمل البناء الضوئي. يلا يا لفندر. خلصنا التحدي. خلص السيناريو معنا. بس لفندر لسه ما رجعت انسان. راح اخلي سيناريو شوي ماشي عباما ترجع لفندر انسان. تشوف راح تاخد وقت طويل عباما ترجع انسان ولا راح تكون بسرعة. خليها تنام. بركي بعد ما يخلص هذا النهار. وما رضي تتنام. اوكي. خلصنا كمان تبعت ممتاز. بالاسف راح نرجع انه ناخد الطاقة من النبا. اوو. لفندر جعت انسان. واو. ياي خلصنا التحدي يا اصدقائي. خلصنا التحدي. شوفكم ان شاء الله بالفيديوهات الجاي. الى اللقاء يا اصدقائي.